لطالما عرف عن العراق أنه صمام أمان المنطقة ومحور استراتيجي تبني دول جوار أمالها على استقراره السياسي والأمني والاقتصادي ولطالما اقترنت صورة التحدي في الميدان بمواجهة عدو لازالت خلاياه النائمة تستيقظ بين فترة وأخرى تهدد أمنه عبر ثغرات مناطق حدودية يعود عنوان الدعم الأمريكي بإرسال 1500 جندي إلى العراق وسوريا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية أنها عملية دعما في إطار العزم الصلبي لمواجهة داعش الإرهابي تعود كذلك تساؤلات من طراز ما هي التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة والذي يقترن بصورة أو بأخرى بمشهد الغليان العام جراء تدعية الحرب على غزة وثمت فوهة بركان تتسع يحذر منها خبراء عسكريون سيما مع تصاعد موجة العنف التي يشعلها السلاح المنفلت بالسهداف مصالح أمريكية وقواعد لها كتلك التي حدثت في أربيل قبل أيام تساؤل آخر يوضع على طاولة الترقب لمصير الهدوء الأمني الذي تحتاجه الدولة العراقية أكثر من أي وقت مضى التواكب مشاريع البناء والإعمار لتنفض غبار خوض الحروب وتطهير الأرض من الإرهاب ومع تلك التساؤلات يبرز موقف العراق الثابت والواضح في رفض الاعتداء على بعثات دبلوماسية وكذلك ضرب سيادته بمسوغات الرد على الفعل وهنا يبحث الشارع عن إجابات لتساؤل أكثر انتشار حول حجم الخطر الذي يشكله داعش على العراق ومناطقه الحدودية ومدى إمكانية تلك العمليات في إنهاء مسلسل عادم جديد عبر استغلال عناصره وخلاياه لتصاعد وطيرة السلاح المنفلت والذي لا يزال يشكل تحدي عراقي منذ سنوات اشتركوا في القناة